حملة تقييم الأداء الحكومي لن تستثني أحد إقالات وتدوير واستبدال المسؤولين في الدولة لم تقتصر على المديرين وأصحاب الدرجات الخاصة قيادات أمنية واستخبارية طالتها عمليات التغيير وإعادة الهيكلة في بعض مفاصل الدولة بما يتلاءم مع المنهاج الحكومي في تطوير أداء مؤسسات الدولة سواء الأمنية منها أو المدنية جاء بقيادات أمنية واستخبارية جديدة ومخابراتية من رحم المؤسسة الأمنية ومن رحم المؤسسة الاستخبارية والمخابراتية بمعنى أنها تملك هذا الباع الطويل من الخبرة بلغة رئيس جهاز الأمن الوطني كان سبق له أن أسس خلية الصقور ونجح في مكافحة الإرهاب وضرب مفاصله جهاز المخابرات أيضا هو الآخر جاء برجل أيضا كان لديه خبرة ودوام وتواصل بجهاز المخابرات أكثر من عقد ونيف من الزمان ولأن العراق مقبل على تنفيذ مشاريع لم تشهدها البلاد منذ عقود كمشاريع كبرى للماء والتحلية في البصرة وإنشاء خمس مدن جديدة في بغداد والمحافظات بالإضافة إلى بناء المدارس والمستشفيات وإنشاء شبكة للطرق فإن اختيار وتقييم المسؤولين التنفيذيين بات ضرورة ملحة لضمان إنجاز هذه المشاريع أفق مراقبين تطبيق البرنامج الحكومي للسيد السوداني يحتاج أدوات يحتاج تعاضد برلماني مجتمعي يحتاج جدية أعتقد كل هذه الأدوات موجودة وقد شخصها حينما قال أن ستة أشهر ستكون مفصلية أعتقد أنه ستكون هناك حساب ستكون هناك شخص لكثير من العلاء التي شابت العملية السياسية والمرحلة مقبلة بتقديرها مرحلة مراجعة أخطاء الماضي لأن الخدمات ستكون على المسهل المواطن وتخضع مؤسسات الدولة لأكبر حملة متابعة وتدقيق من قبل لجان حكومية شكلت لتقييم أداء المسؤولين الحكوميين فيها تقييم قد يدفع بإعادة هيكلة بعضها وتغيير المزيد من قيادتها أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد